وأخيراً أصبح للبنان حكومة كاملة الأوصاف بعد انتظار دام سنة وشهراً الجلسة الأولى للحكومة تعقد قبل ظهر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري لالتقاط صورة التذكارية وتعين لجنة وزارية لصياقة البيان الوزاري الذي يفترض أن تنال ثقة المجلس النيابي على أساسه ومن الواضح أن تحديات جمّة تنتظر تسلم الحكومة مهامها للتصدي لها أما أبرز هذه التحديات فطابعه اقتصادي ومالي ومعيشي واجتماعي أما الحراك الحكومي باتجاه الخارج فقد حدده الرئيس نجيب إقاطي عبر أحاديث لقناة الشرق التليفزيونية السعودية أولاً ببداية مفاوضة الهيئات الدولية والصناديق الدولية وثانياً هي موضوع الانفتاح على الدول العالم للحقيقة أن نقطع التواصل معه بالفترة الأخيرة هالتواصل اللي حاصل اليوم نحن شفنا باللوقت نقول الهيئات الدولية مقامت به فرنسا في مؤتمرين داعمين للبنان وهي مشكورة على ذلك ونحن ننتظر إلى المزيد وإلى أكثر من ذلك لكي ننفتح على كل الدول وخاصة على الدول الشقيقة وهي الدول العربية التي يتمتع لبنان بتاريخ طويل بالعلاقة الجيدة مع هذه الدول أريد إعطي الوصل كاملاً بهذه الدول مع لبنان في غضون ذلك توالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بولادة الحكومة اللبنانية وحث ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على موافقة مجلس النواب سريعاً على هذه الحكومة حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان وأبد الناطق الأمريكي استعداد بلاده لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها وفي باريس هناء الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نفسه بخطوة تشكيل الحكومة داعياً أساس اللبنانيين إلى الوفاء بالالتزامات الضرورية لإجراء الإصلاحات التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب دعم بلاده للبنان لكنه قال إنه لا بد من تحرك ملموس في هذا البلد بدوره شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن تشكيل الحكومة هو مفتاح معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها للانتخابات في العام 2022 من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عن أمله بأن يكون الرئيس ميقاتي قادراً على تجميع الأفريقاء اللبنانيين حتى يتمكن الشعب من تجاوز الأزمة الكارثية التي يعيشها عربياً برز موقف كل من الجامعة العربية وقطر التي رحبت بتشكيل الحكومة وفي لبنان رحبت طيار الوطني الحر في بيان لهيئته السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة قائلاً أنه بولادتها أسقطت كل الافتراءات والممارسات والأكاذيب التي سهدفت على مدى سنة كاملة تعطيل المؤسسات لضرب العهد وكسر التوازنات والأعراف والأصول وأضاف البيان أن الطيار الوطني الحر الذي لم يفارك في الحكومة قام بواجبه الوطني في تسهيل ولادتها وهو ينتظر بيانها الوزاري ليحدد موقفه من إعطاء ثقة لها مع فتح باب نقاش لذلك من جهته شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط على أن المطلوب الآن وإرشاد عمل واختصار التبركات بولادة الحكومة والعمل على التفاول الجدي مع البنك الدولي وصندوق النقد والاستفادة من العرض الأردني لاستجرار الكهرباء وأشار جملاط إلى أن الحكومة جاءت ثمرة جهود مضنية ومرهقة وقال أننا لا ننسى المبادرة الفرنسية أما مفتي الجمهورية الشيخ عبداللاطف دريان فقد هنأ مئقاتي بتشكيل الحكومة وتمنى له التوفيق ونجاح في تحقيق النهود بالبلد اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وتنمويا وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية للقيام بمهامها لخدمة المواطنين وتنفيذ الإصلاحات في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر